بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلِّف رحمه الله تعالى بابٌ في المملوكة تُعتق وهي تحت حرٍّ أو عبد حدَّثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حمَّاد عن خالد الحذَّاء عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن مُغيثًا كان عبدًا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجُك وأبو ولدك وأبو ولدك وأبو ولدك فقالت يا رسول الله أتأمرني بذاك قال لا إنما أنا شافع فكان دموعه تسيل على خده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مُغيثٍ بريرة وبُغضها إياه حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة حدَّثنا عفَّان حدَّثنا همَّام عن قتادةً عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدًا أسود كان عبدًا أسودًا يُسمَّى مُغيثًا فخيَّرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قالت كان زوجها عبدًا فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرًا لم يُخيِّرها حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسوله النبي الأمين سيِّد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي يا رب العالمين لازلنا أيها الإخوة في كتاب الطلاق والفسخ ملحق بالطلاق لأن المقصود بالفسخ والمقصود بالطلاق شيء واحد وهو إنهاء عصمة النكاح وإن اختلف كل منهما في طريقه وهذا الحديث حديث بريرة رضي الله تعالى عنها وحديث زوجها مغيثا حديث عظيم بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه حكم الأمة إذا اعتقت وهي متزوجة بعبد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم هذا في قصة بريرة وهي قصة مشهورة وبريرة هذه كانت مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تملكها ولكنها دفعت إليها ثمن الكتابة إلى مواليها ثمن الكتابة فأعتقتها بريرة كانت مملوكة لأناس من الصحابة فكاتبها مواليها ومعنى الكتابة أن يتفق العبد مع سيده على أن يشتري نفسه بأقصاد بأقصاد يؤديها في أوقات معينة فإذا مكتملت أصبح حرا فاتفقت بريرة مع مواليها على هذا الأمر ولكنها كانت فقيرة ليس لها مال تدفعه إلى أوليائها لمواليها ليحرروها فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها أن تعينها في أقصاد الكتابة هذه فعرضت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عرضا مغريا جميلا عرضت عليها أن تدفع ثمن كاملا لأولياء بريرة وأن يصبح ولاء بريرة لأم المؤمنين عائشة والولاء هذا كما يقول علماء لحمة كلحمة النسب الولاء من أسباب الميراث وسببه ليس القرابة ليس سبب الولاء القرابة لا سببه النعمة التي أنعمها أنعم بها هذا المولى على هذا العبد أو على هذه الأمة فإذا مات هذا العبد أو هذه الأمة وليس له أولياء ليس له ذرية ولا أقارب يرثونه فإن ميراثه يكون لمن أعتقه فعرضت عليها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تعتقها أن تدفع الثمن كاملا لأوليائها لكن بشرط أن يكون الولاء لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وذهبت بريرة إلى مواليها وعرضت عليها وعرضت عليهم فرفضوا اشترطوا أن يكون الولاء لهم هم يعني يريدون أن يأخذوا الثمن وأن يكون الولاء لهم فلم تصنع أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها شيئا من عند نفسها وانتظرت حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل بينها وبين بريرة وما حصل بينها وبين أولياء بريرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعتقيها واشترطي لهم الولاء حتى ولو اشترطوا الولاء الولاء ليس لهم الولاء لمن لمن الولاء لمن أعتق وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كل شرط ليس في كتاب الله والمقصود ليس في كتاب الله يعني ليس في شريعة الله ليس في دين الله مخالف لشريعة الله فهو باطل حتى وإن اشترط الناس مئة شرط فأعتقتها اشترتها أم المؤمنين وأعتقتها كانت بريرة هذه تحوم دائما حول أم المؤمنين عائشة سنذكر قصتها وإن كانت ليست على علاقة بقضية الحديث هذا لكن لأنها قصة مشوقة قصة بريرة كانت بريرة ليس لها مكان تأوي إليه ما عندها بيت ولا عندها أقارب فكانت تأوي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى تخدمها وتجلس عندها ذات مرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم المؤمنين عائشة وهو جائع يريد أن يأكل وهو داخل شم النبي عليه الصلاة والسلام رائحة اللحم وهو يفور لحم وهو يفور يمكن الإنسان أن يشم رائحته فجاء النبي عليه الصلاة والسلام عند أم المؤمنين عائشة وطلب طعاماً ما عندكم طعام؟ جاءته أم المؤمنين عائشة بكسرة خبز وخل أو شيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم أكن أرى البر متى؟ وهي تفور قدر اللحم هذا يعني قدر اللحم عندكم وتأتينني بهذا قالت هذا لحم أم المؤمنين عائشة نزهت مقام النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية فقالت يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت ما تأكل الصدقة هذا الذي في القدر ليس لنا وإنما هو لبريرة صدقة جاءتها من بعض المحسنين فطبختها هل سكت النبي عليه الصلاة والسلام وانظروا إلى خلقه عليه الصلاة والسلام هذا النبي العظيم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه هذا القول العظيم هذه الشهادة الخالدة التالدة إلى يوم القيامة وإنك لعلى خلق عظيم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قاله وعليها صدقة على بريرة صدقة وهو لنا منها هدية ما في بأس بريرة ملكته بالصدقة أصبح ملكا لها فلما ملكته يجوز أن تهدي لنا منه تغيرت صفته الآن بعد أن كان صدق عليها وملكته أصبح هدية لنا ما في شيء حلال هل هذا من جشع النبي عليه الصلاة والسلام وهلعه ورغبته في أكل اللحم لا لكن من باب جبر الخاطر لهذه الأمة المسكينة ما عندها شيء عندما تشعر أنها شاركت النبي عليه الصلاة والسلام أنها أطعمت النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل من طعامها هذا كيف يكون شعورها هذا النبي القائد العظيم الإمام رسول رب العالمين خير خلق الله يجمعين يقول هذا هل نقص هذا من مقدار النبي عليه الصلاة والسلام لا هو هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه بريرة لما اعتقت كان زوجها عبدا هذا المغيث رضي الله تعالى عنه أو صحابي فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على أنها إذا اعتقت تحت العبد أن لها الخيار أن تبقى معه وأن تفارقه فاسخة فاختارت نفسها لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام اختارت أن تفارقه لماذا هل في دينه غضاضة لا لكن كان عبدا أسود كما تقول الرواية ربما كرهت منه بعض الأشياء ربما أرادت أن تتفرغ لنفسها ف اختارت نفسها كان مغيث هذا يحبها حبا جمى يحب بريرة هذه حاول معها فرفضت فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو حاله ويسأله ماذا يسأله أن يشفع له عند بريرة وساطة أن يشفع له عند بريرة حتى تعود إليه حتى تبقى معه اشفع لي يا رسول الله عندها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنه زوجك وأنه كذا وأبو ولدك قالت أتأمرني يا رسول الله وهذا كمال الإيمان الذي وقر في قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا بأمر الله فلا خيار لا خيار لا بد من الاستكانة لأمر الله والتسليم التام قال النبي عليه الصلاة والسلام يبكي كالطفل تسيل دموعه على خديه وهي تتأبى عليه كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى عمه العباس قال ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها إياه حجب فرفضت وهذا دليل على أن الأمة إذا عتقت تحت العبد أن لها الخيار في نفسها لا تجبر على البقاء معه طيب ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عندما جاءه مغيث يسأله هذا دليل على أهمية الشفاعة الشفاعة بالحسنة والشفاعة في أمور الخير ليست الشفاعة في أمور الباطل وفي المحرمات لا الشفاعة في أمور الخير مطلوبة وقد ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام هو رسولنا عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا تؤجروا تؤجروا يعني إذا شفعت وحصلت النتيجة تؤجر لا على مجرد الشفاعة اشفعوا تؤجروا ثم ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء الأجر حاصل بمجرد الشفاعة وهذا الدليل على أهمية التواصي بالحق وبالخير والتعاون في مثل الأمور التي تنفع المسلمين إذا جاءك إنسان يستشفع بك لدى غيره بأمر تستطيعه فلا تتأخر هذا من حقوق إخوانك المسلمين عليك وأجرك على الله بمجرد الشفاعة حصلت النتيجة أو لم تحصل اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما يشاء إن كان هذا الأمر قد قدر الله أنه سيحصل سيحصل وإن قدر أنه لا يحصل فإنه لا يحصل لكن أجرك ثابت بمجرد الشفاعة اشفعوا تؤجروا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه بقوله اشفعوا تؤجروا وشفع هنا في بريرة هذا إذا كانت الشفاعة في أمر محمود في أمر مطلوب في إصلاح بين الناس في إحقاق لحق في إنهاء لنزاع أو خصومة أو قطع لدبر باطل لكن إذا كانت الشفاعة في أمر محرم أو في حد من حدود الله فإن هذا لا يجوز والذي يدخل فيه آثم عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في حجة الوداع جاء إليه بامرأة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة قرشية من بني مخزوم يعني من قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام فريش سرقت فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقطع يدها فشق ذلك على الصحابة رعاية لمقام النبي عليه الصلاة والسلام هذه من قراباته من قبيلته كيف تقطع يدها في سرقة الناس مستعدة أنها تدفع أي ثمن في سبيل أنها تخرج وأن ترضي أصحاب المتاع بأي شيء وتشاور الصحابة في أمرهم من يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها في شأن هذه المرأة ويقول يقول يا رسول الله أعف عنها سنرضي أصحاب المتاع سنفعل ما وجدوا فكروا فما وجدوا أقراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقدر على مخاطبته في مثل هذا الأمر إلا أسامة بن زيد أسامة ابن زيد زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان يسمى في الجاهلية زيد بن محمد حتى أبطل الله سبحانه وتعالى عادة التبني يدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله وهذا أسامة كان حبيبا وقريبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابن زيد وزيد حبيب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أسامة هو الذي يستطيع ذلك فجاءوا إلى أسامة قالوا حبه وابن حبه أسامة حب النبي وابن حبه زيد هو أقدر الناس على أنه يكلمه في هذا الموضوع فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من مقالة أسامة ما أخذته شفقا ولا مدارا ولا مداجا في مثل هذا الأمر لأن القضية تتعلق ببيان أحكام الشرع قال أتشفع في حد من حدود الله استنكار أتشفع في حد من حدود الله والله يقول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كلام حاسم حازم هذا يدلنا على قضية الشفاعة الشفاعة في أمور الخير مطلوبة ومندوب إليها ويؤجر فاعلها حصل المقصود أو لم يحصل وأما الشفاعة في الأمور المحرمة فلا تجوز وفاعلها آثم الذي يفعل آثم نعم ف بريرة أصرت على موقفها ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم اختارت نفسها بقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد أمرها أن تعتد وقد تقدم معنا أن عدة الأمة حيضتان يعني أن تحيض مرتين فإذا دخلت في الحيضة الثانية مرة الأولى وطهرت ثم دخلت في الثانية دخلت في الحيضة الثانية فقد انقضت عدتها لماذا؟ لأن الحيضة دليل على براءة الرحم أنه ليس هناك حمل من الزوج السابق وبهذا تنتهي العدة ويجوز للمرأة أن تنكح زوجا آخر هذا أيها الإخوة بيان للحكم الشرعي في قضية الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد لكن إذا اعتقت وهي تحت حر كما جاء في الحديث الثالث فإنه لا خيار لها لأن أقصى ما يتمناه العبد ما هو؟ الحرية أن يكون حرا لأما أقصى ما تتمنى أن تكون حرة وأن تكون متزوجة بحر وهذا الأمر حاصل فإذا كان زوجها حرا فلا خيار لها لأن هذا هو الأصل الأصل أنها لا تختار نفسها وتترك زوجها العبد إلا لأنها تريد تأنف من أن تكون حرة تحت عبد فإذا كان زوجها حرا يعني متزوجا ويجوز هذا أن يكون الحر متزوجا بأما فإذا اعتقت وهي على تلك الحال فإنه لا خيار لها لا خيار لها نعم باب من قال كان حرا حدثنا بن كثير أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن زوجة بريرة كان حرا حين أعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا نعم يعني هذه الرواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان حرا يوم أن كان عبدا يعني كان عبدا قبل أن تصبح بريرة حرا لكن في ذلك الوقت كان في السابق عندما تزوج بها لكنه أصبح حرا وهذا إن ثبت فإنه يدل على أن مجرد العتق إذا حصل أنه يجب التخير أن التخير حاصل بالعتق لكن الرواية الأولى هي الأشهر لأنه الحديث يقول وكان عبدا أسود هذا دليل على أنه كان مملوكا فلعله أعتق فيما بعد ذلك لكن وقت أن حصل عتق بريرة كان هو مملوكا باب حتى متى يكون يكون لها الخيار حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبدا لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك إن قربك فلا خيار لك نعم يعني وقت الخيار هذا وقت مهلة لتتروى الأمة وتنظر في نفسها هل تبقى مع الزوج العبد أو لا تريد البقاء معه لها الخيار هي لكن إلى متى سيظل هذا إلى أن تختار تقول اخترت نفسي لكن لو كان في هذه المهلة بعد العثق وطئها استمتع بها فإنه ينقطع خيارها لأن رضاها باستمتاع الزوج بها دليل على قطع خيارها فلا خيار لها لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن قربك فلا خيار لك وهذا الحديث ترويه أم المؤمنين عائشة وتقول إن مغيثا كان عبدا لآل أحمد هذا دليل على أن الرواية التي قبلها عن أم المؤمنين ليست أنها معارضة لأكثر والأشهر ومعارضة لما روي عن أم المؤمنين نفسها أن مغيثا كان عبدا مملوكا يوم أن اعتقت بريرة رضي الله تعالى عنها باب في المملوكين يعتقاني معا هل تخير امرأته حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب حدثنا عبيد الله ابن ابن أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب عن القاسم رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله نعم هذا الإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا حصل العتق للزوجين معا وهذه قصة حصلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعتق عبدين لها عبد ومتزوج بأمة أرادت أن تعتقهما فاستشارت النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما منعها لكن أمرها أن تبدأ بالزوج أولا لماذا تبدأ بالزوج؟ مع أن المرأة ضعيفة ومسكينة وأحق بالعطف والرعاية حتى لا يحصل التفريق بينهما لأنه إذا أعتق العبد أولا أصبح إيش؟ أصبح حرا ثم إذا أعتقت هي تكون تحت عبد أو تحت حر تحت حر فيبقى العصمة الزوجية بينهما نعم وهذا دليل على أن من استفتي في أمر أو سئل عن حكم عليه أن يتخير الأفضل والأحسن والأقل ضررا على من سأله أو استفتاه هذه مسألة مطلوبة لا يقول له يجوز ويتركه هكذا بل عليه أن يتخير وأن يتأنى في الجواب حتى لا يتحصل نتيجة غير مرغوبة وغير محمودة لمن سأله بابٌ إذا أسلم أحد الزوجين حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده ثم جاءت امرأته مسلمة بعده ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليه صلى الله عليه وسلم حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول نعم الإسلام هذا الإسلام بعد الكفر بالنسبة للزوجين الكافرين هو إحدى الفرق يعني واحدة من المسائل التي يحصل بها التفريق بين الزوجين والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تمسكوا بعصم الكوافر إذا كانت كافرة لا يجوز أن تبقى في عصمة المسلم ولا يجوز أن يتزوج بها إذا أراد أن يتزوج لكن يستثنى من ذلك الكتابية كتابية من هي؟ اليهودية أو النصرانية يعني لو كانت الزوجة يهودية أو نصرانية فأسلم زوجها فلا يفرق بينهما لكن إذا كانت كافرة مشركة أو بوذية أو لا دينية فهذه المرأة بالنسبة للزوج تصبح يعني يفرق بينهما بسبب الإسلام بسبب الإسلام يعني إذا عندنا التفريق يحصل بالطلاق يحصل بالخلق يحصل بإسلام بتحرير الرقيق إذا المرأة أصبحت حرة والزوج رقيق يحصل بالإسلام بإسلام أحد الزوجين إذا أسلمت المرأة جاء الرجل مسلما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتأخرت امرأته ففرق بينهما بسبب الإسلام فجاءت المرأة عفوا جاءت المرأة مسلمة ثم حصلت الفرقة بسبب الإسلام ثم جاء الرجل وقال يا رسول الله إني كنت قد أسلمت وهي تعلم بإسلامي هذا في الحديث الثاني فردها النبي عليه الصلاة والسلام إليه بعد أن كانت قد تزوجت لكن في الحديث الذي قبله المرأة تأخر إسلامها فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلام زوجها وهي مسلمة قالت أسلمت فردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه لكن متى هذا إذا كانت العدة باقية إذا كانت العدة باقية يعني لا زالت العدة باقية فتقدم إسلام الزوج ثم بعد ذلك أسلمت المرأة في هذه المدة فإنها تبقى في عسمته وقد حصل ذلك مع زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله تعالى عنها كانت متزوجة بأب العاص ابن الربيع ابن خالته في مكة فقدمت زينب على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وتأخر زوجها بقي على الكفر ثم بعد مدة جاء إلى المدينة وأراد أن يدخل على زوجه فأخبرت زينب أباها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يقرب النبي ثم أسلم لما أسلم ردها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها أب العاص ابن الربيع نعم باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي أخبرنا محمد ابن سلمة حاء وحدثنا محمد ابن عمر الرازي وحدثنا محمد ابن عمر الرازي أخبرنا سلمة يعني ابن الفضل حاء وأخبرنا الحسن ابن علي أخبرنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود ابن الحسين عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أب العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا قال محمد ابن عمر في حديثه بعد ست سنين بعد ست سنين بعد ست سنين وقال الحسن ابن علي بعد سنتين نعم هذا تقدم الكلام فيه قبل قليل أن النبي عليه الصلاة ردها عليه بالنكاح الأول بالنكاح الأول لأنه لم يحصل بينهما لقاء بعد أن جاءت هي رضي الله تعالى عنها وهو بقي على الكفر لكنه لما أسلم ردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأن الأمور التي تطلب أركار النكاح وشروطه متوفرة في هذا المرأة راضية ووليها راض والزوج مسلم وراغب فإذن هذا الفعل يقوم مقام العقد كأنه يعني يقوم مقام العقد فردها النبي عليه الصلاة والسلام بالنكاح الأول وقد جاء مسلم نعم باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان حدثنا مسدد أخبرنا هشيم حاء وأخبرنا وهب بن بقية أنبأنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميظة بن الشمرذلي رحمهم الله عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال قال مسدد ابن عميرة وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة قال أبو داود وحدثنا به أحمد بن إبراهيم أخبرنا هشيم بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختاري عن ابن أبي ليلى عن حميظة بن الشمرذلي عن قيس بن الحارث بمعناه نعم هذا الحديث حديث قيس بن الحارث رضي الله تعالى عنه جعله المصنف رحمه الله مادة للباب الذي ذكره وهو ماذا يصنع الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع أو عنده أختان أو امرأتان لا يجوز الجمع بينهما ليس بعد الكفر ذنب إذا كان الإنسان على الكفر وفعل ذلك هذه مسألة انتهت لكن إذا أسلم ماذا يصنع لا بد من تصحيح الأمر فإذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة هذا مخالف لشرع الله انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع الحر له أن ينكح أربع أربع نسوة ما زاد على ذلك ما زاد على ذلك هو يختار أربعا والبقية يسرحهن بالإسلام لأن هذا مبني على عقد باطل الزيادة على أربع مبنية على عقد باطل طيب كيف يصنع في الثمان كيف يختار الأربع يختار الأربع هو بنفسه يختار الأربع يقول فلانا وفلانا وفلانا أحبهن إليه أقربهن إليه أمهات الأولاد سباب معينة والبقية تحصل الفرقة بينه وبينهم وبينهم في بعض الأحوال الإنسان قد يحتار كل واحدة من الثمان أو العشر أو الأقل من ذلك ما زاد على الأربع كل واحدة تريد أن تبقى معه وكل واحدة لها قصة وكل واحدة لها علاقة معه ماذا يصنع وكل واحدة منها أولاد ماذا يصنع وهو لا يريد أن يقول أنا اخترت فلانا وفلانا 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 حتى يخرج من الحرج ماذا يصنع يجري القرعة في مثل هذه الحال يجري القرعة يجري القرعة بينهن القرعة كما يقول العلماء طريق شرعي لاستخراج المجهول يعني لو أخذنا مثلا ثمان أوراق وجعلنا أربع أربعا منهن عليها علامة والأربع الباقية بيضاء والأوراق متشابهة وضعناها وقلنا كل واحدة تأخذ ورقة التي تأتي على الورقة التي فيها علامة هي التي ستبقى والبقية خلاص امتهت العلاقة بينها وبين هذا الزوج لماذا القرعة تحسم الأمر لأن القرعة ليس فيها حتم القرعة دخول بالاختيار والذي يدخل في القرعة يرضى بأن يكون له وأن يكون عليه يعني هذه المرأة التي لم تصبها القرعة كان بالإمكان أن تكون هي وأن تخرج الأخرى لكن لما دخلت بطريق القرعة أصبح هذا الأمر أقرب إلى تطمين النفوس وتهديئة الخواطر فيحصل هذا بالقرعة يعني إن اختار أربعا صراحة أو فعل هذا الأمر بطريق القرعة أو جاء بمن يختار يعني جاء إلى قريبه أو صديقه وقال يا فلان أنا محتار اختر أربعا اختر لي أربعا قال فلانا وفلانا 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 خلاص انتهى الأمر شاهد في هذا أن ما زاد على المقدار الشرعي من العدد النساء فإنه لا يجوز الإمساك به تنتهي العلاقة الآن نسمع في بعض المجتمعات الوثنية وربما حتى عند بعض المسلمين الجهلة في بعض البلدان متزوج بعشر ومتزوج بخمسين وبأربعين وبثلاثين يعني هذا قد يحصل لكن هذا ليس من الشريعة ولا من دين الله في شيء الشريعة التي أباحت الزواج حددته لأن هذا فيه ضبط للأمور وفيه انهاء للبغي والعدوان بين الناس النساء لسنا بهائم رجل يستطيع أن يقوم في حال واحدة بشأن أربع نسوة لكن ما زاد على ذلك لا يستطيعه الرجل في الغالب فلذلك الشريعة حددت هذا المقدار حددت هذا المقدار ما زاد عليه بعد الإسلام أو حتى بسبب الجهل يعني لو أن مسلما يجهل هذه الأمور وتزوج بأكثر من امرأة وجاء يستفتي يقال له هذا الكلام ما زاد عن أربع فتركه يفارق العدد فيه حديث مشهور لصحابي اسمه غيلان ابن سلمة هو في هذا المعنى أنه أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي عليه الصلاة اختر أربعا وفارق سائرهن مثل هذا لو أسلم وعنده في اسمته امرأتان لا يجوز الجمع بينهما ما هما الأختين العمتين خالتين العم والخالة بنات الأخ بنات الأخت هؤلاء لا يجوز سواء كانت محرمة تحريما ذاتيا أو محرمة لسبب يعني الجمع بين الأختين ليس محرما كل واحدة من الأختين الجمع بينهما محرم لأمد ما دامت الأخت في اسمته لا يجوز أن يجمع بينها وبين أختها العم لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها وخالتها في اسمة لا يجوز أن تجتمع هذه في اسمة رجل واحد فإذا حصل هذا بطريق الكفر أو بطريق الجهل فإنه بعد الإسلام لا بد من تصحيح الوضع الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها لم يثبت في القرآن الكليم وهذا من الأمور التي يشغب بها بعض الأفاقين بعض الجهلة يقول لا من أين لكم هذا جمع بين المرأة وخالتها ومرأة وعمتها ما ورد في كتاب الله يكفينا ما ورد في كتاب الله في كتاب الله يقولوا أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف لكن ما قال بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها طبعا المقصود بالنهي عن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها المقصود الإبقاء على علاقة المودة لأن الضرائر قد يحصل بينهن من القطيعة والفتنة وهؤلاء أقارب حق القرابة يقتضي التواصل فهذا ثبت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقول بعض من يزعم أنهم لا يتبعون إلا القرآن يقولون هذا ليس في كتاب الله يكفينا ما في كتاب الله لكن الدليل كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن جاءه أحد المتفيهقين يقول هذا ليس في كتاب الله أين تجد هذا يا ابن عباس في كتاب الله قال ألست تقرأ القرآن؟ قال ابن قال ألم يقل الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فهذا موجود والذي يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام من أين له إنما يأتي بوحي من عند الله سبحانه وتعالى فهذا كله واجب الاتباع فإذا كان لدى الرجل بسبب الكفر أو بسبب الجهل أكثر من العدد الشرعي في النسوة أو عنده في عصمته من لا يجوز الجمع بينهن من النسوة فإنه يجب في هذه الحال أن يفرق أن يخرج من هذا الأمر طيب إذا كان عنده أختان كيف يصنع يسرح الأختين؟ لا يجري في هذا ما يجري في الزيادة على العدد يختار واحدة أو يجري القرعة فمن حصلت لها القرعة تكون هي الباقية والأخرى تكون مسرحة حدثنا يحيى بن معين أخبرنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوبة يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت هذا تأكيد لما تقدم من أنه إذا حصل الإسلام عنده في إصمته من لا يجوز الجمع بينهن أنه يختار ويفارق الأخرى ونقف هنا لأنه عندنا نقف هنا إن شاء الله و عندنا هنا بعض الأسئلة يقول أخوكم هذا ما حكم قولي الإنسان في الدعاء في السجود اللهم اغفر لفولان ابن فلان يعني في الفرض أو في النفل في الصلاة الدعاء من الأمور المطلوبة المرغوبة والدعاء هو العبادة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة يعني هو الأمر الذي تتحقق فيه العبادة العبودية لله سبحانه وتعالى بأجل معانيها لأن الإنسان الذي يدعو ينقطع من حوله وقوته ويلتجئ إلى حول الله وقوته ليس عنده شيء إلا أن يدعو ربه انقطعت به السبول هذه هي حكمة الدعاء ولذلك لا بد أن يدعو الإنسان بحضور قلب أن يتخير الأوقات التي يدعو فيها لعل الله أن يستجيب والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين والعياب الدعاء في السجود من أقرب الأبواب للإجابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن السجود يقول عن الركوع الركوع فعظموا فيه الرب في الركوع في الدعاء نقول سبحان ربي العظيم في الركوع قال وأما السجود النبي عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيه من الدعاء أكثروا يعني الكثرة هذه ليس لحد أكثر مرة مرتين عشرة يعني أكثر من هذا لنفسك لغيرك كل هذا مطلوب أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم الإنسان في هذا الموطن في موطن الخضوع والتذل لله سبحانه وتعالى أقرب إلى القبول طيب هذا في حق نفسه يدعو لنفسه ويستجاب للعبد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم يستجاب له الله قادر على كل شيء طيب الدعاء للغير في السجود حتى في السجود لأن الإنسان المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب ماذا يحصل له الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب اللهم اشف فلانا اللهم اغنه اللهم ارزقه الزوجة الصالح اللهم اهده اللهم افعل له كذا دعا له بظهر الغيب فلان ليس موجودا الآن والعبد يناجي ربه في هذا الموطن قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب أمنت الملائكة على دعائه يعني الملائكة هؤلاء عباد الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم عباد الله المكرمون المقربون يقولون اللهم آمين يؤمنون على دعاء الداعي هذا ثم ماذا يقولون ولك بمثل يعني والملائكة تدعو له يؤمنون على دعائه لأخيه ويدعون له يقولون لك بمثل يعني إذا قال اللهم ارزق فلانا يقولون آمين ولك بمثل يعني يدعون الله أن يرزقك أيضا أنت يعني الدعاء للغير فيه فائدتان فيه فائدة تعود عليك وفائدة لأخيك فالمفترض أن الإنسان يحرص على هذا أن يدعو لنفسه ولإخوانه لأن هذا فيه مكسب مضاعف نعم فلا حرج بل هذا من الأمور المستحسنة المحببة أن يدعو الإنسان لنفسه أو لغيره في الصلاة الدعاء المشروع أن يدعو لنفسه أو لغيره في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة يقول هل الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه في بداية الدرس حديث بريرة عندما أكل النبي عندما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين عائشة أن يأكل من برمة بريرة وقال هو عليها صدق لها صدق ولنا منها هدية يقول هل هذا يصلح دليلا على القول بجواز الأكل من طعام من كان ماله حراما صرفا لا لا هذا مختلف تماما الذي أهدي لبريرة طعام حلال لكن إذا كان المال هذا حراما صرفا وأنت تعلم أنه حرام لا يجوز لك أن تأكل منه بحال من الأحوال فهذا أمر مختلف هذا يختلف عن قصة ما ورد في قصة بريرة يقول هل من كلمة لمن ينشغل بالجوال أثناء الدرس يعني المفترض في الإنسان أنه يستفيد من وقته وأن لا يقطعه بما يشغله إلا إذا كان عنده ضرورة أو حاجة تلجئه إلى ذلك وأما تقريب الجوال في الأمور العامة والرسائل هذه يتركه إلى ما بعد ذلك بعد الحرود من المسلم يقول هل مرور المرأة أمام المصلي في المسجد الحرام يبطل الصلاة مرور المرأة أو مرور الكلب أو مرور الحمار أو المرور بين يدي المصلي هل يبطل الصلاة ما ذنب المصلي إذا مر أمامه واحد من هؤلاء يعني ما ورد في بعض الأحاديث أنها تبطل الصلاة بالمرور بين يدي المصلي لكن المحققون من العلماء يقولون لا يعني إبطال الصلاة المقصود به هنا إذهاب الخشوع لأنه إذا مر مرت المرأة أو مر إنسان أمامك بينك وبين المكان الذي تسجد فيه شغلك فهذا يذهب الخشوع لكنه على التحقيق لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة إن شاء الله لأنها لو بطلت لو وجب إعادة الصلاة مرة أخرى وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أن نسألك العلم النافع لعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذر الكفرة والملحدين أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين وعبادك المستضعفين والمشردين والمظلومين والمتهدين في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء ينطلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر